بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلبة النهاردة هنكمل شابتر 3 في القرص بتاعنا اللي هو الهيدروليك أو الخاصة الهيدروليكية بتاعة التربة والنهاردة هنتكلم على الجزء الخامس اللي هو النفذية و الفلو أو صرايان المية خلال والسويل والاجهادات أو البرشر اللي موجود في الصويل فأول حاجة هنتكلم عليها اللي هي البرميابلتي أو النفذية المقصود بكلمة برميابلتي يعني ايه يعني هي عبارة عن سهولة صرايان المية خلال الفراغات المية مش هتمشي في خلال الصولز خلال الفراغات بتاعتمين الصويل فلو انت عندك تنك بالشكل دوت في فرق في الضغط من هنا لهنا من هنا لهنا مقداره فيحصل صرايان للمية نتيجة نظرية الأواني المستطرقة لكن لو انا حطي التربة هنا فالمية عايزة تمشي هتبص هتبص هنا فيه فراغات تلعة الصويل ماشي هتبتيت تمشي في الفراغات دي وتعدي الناحية التانية سهولة بقى سهولة صرايان المية خلال الفراغات ديت عشان تروح للناحية التانية في الطول اللي دوت ده بيسموه النفاذية أو وعشان يحصل صرايان خلال الصويل دوت لازم يبقى عندي شرطين يبقى فيه اللي هما ايه اول حاجة there is a pressure head difference فيه فرق ما بين المية هنا والمية هنا بمعنى لو المية هنا قد المية هنا المية مش هتسير حتى لو التربة دي فيها فراغات او هي أصلا لو فيه مية أصلا ما فيش تربة مش هيحصل فيه فراغات لكن لازم قلنا اول حاجة يكون عندي ايه يكون فيه فرق في مين فيه الهيد اللي هو edge تاني حاجة ممكن تكون فيه فراغات في الصويل ولكن انها الفراغات مالها مش continuous مقفولة تقفلت كده فيه فراغات بس continuous مش continuous هتلاقي المية وقفت هنا ومش هتعدي فعشان كده الشرط التاني لازم يكون عندي ايه continuous void ما بين solids وبعضها بتاعة الصويل طيب لو احنا عايزين نتكلم على الضغوط او الطاقة او الهيدز فيه المية في الصويل انا يعني تعمدت ان انا جيب الشكل اللي قدامي دو لسبب ان انا عملت التربة بتاعتي ميلة كده يعني انا عندي تربة هنا طولها مين ال كويس فالناس هتقول وفيه مية هنا ومية هنا تقول لي خلاص المية هتمشي كده وتنزل صح كلام ده خطأ كلام بقى ده خطأ ان المية تمشي كده ليه عشان لازم ابص على الهيد بتاع المية عامل ازاي بص الهيد هنا فين المية هنا عالية والمية هنا واطية فده الديطن بتاعي فلازم المية هتمشي ازاي تطلع بالشكل ده شايفينها طلعت بالشكل ازاي ده صرايان المية هيبقى اتجاهه عامل هنا في الطول مين اللي اللي قدامي هنا طيب لو عادين بقى نحسب بقى الضغوط أي حاجة ممكن تسميها سميها 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 أي حاجة ايه هم الثلاث اول حاجة حاجة اسمها الاليفيجان هيد زيد وده يعتبر بوتينشان مين انيرج طيب الاليفيجان هيد لو انا عندي ثلاث نقاط ناخدهم ببساطة خالص ادي نقطة ا ودي نقطة ب ودي نقطة س ودي الديطن بتاعي خلاص لو انت بتتكلم عند النقطة دي النقطة اللي هي سي ده ده الديطن بتاعي طيب اللي ارتفاع بتاعي قد ايه او ارتفاع المية عن النقطة دي قد ايه ده اسمه الزيد ده اسمه اليفيجان هيد ده موجود مية خلاص لو حطيت هنا حاجة اسمها بيزومتر البيزومتر ده هو اللي بيوضح لي ارتفاع المية في يعني برعا انبوبة بيطلع لي ارتفاع المية على حسب الضغط بتاعها فهنا المية هتلاقيها جاتلي في البيزومتر هنا كويس فيبقى ده الزيد بتاعي حل طيب فين النقطة بي او فين الديطن ده الديطن بتاعي اهو دي موجودة تحت الديطن ولا فوق الديطن دي موجودة تحت الديطن خلاص يبقى الزيد دي بالماينوس خلي بالك زد هنا بالايه بالماينوس اللي هو الارتفاع ده طيب بص هنا فين زد بالنسبة لنقطة بي اهو ما ده بوتينشن عشان هي تحت الديطن تعرف لو فوق الديطن كنت اقول لا يعني لو النقطة دي كانت فوق الديطن ماشي لكن هنا فين الديطن بر يبقى ده الزد بتاع السي وده الزد بتاع البي وده الزد بتاع مين بتاع الايه ده اول حاجة اللي هو الاليفيجن مين هيد تاني حاجة اللي هو البرشور هيد ده اهم حاجة عندي بقى اللي هو عبارة عن البي على جاما مين ووتر حيثو البي عبارة عن اتش في مين في جاما ووتر and اتش is the height of water above the point اوه خلي بالك بقى يبقى عبارة عن ايه ده ارتفاع المية بتاعي فاهمني ازاي عن النقطة يعني هنا فين هي بتساوي زد يعني هنا في الحالة دي البي بتاعي او الضغط اللي هو البرشور هيد عبارة عن ارتفاع المية عن النقطة يعني هنا الاتش بتاعتي دي كلها واضح ولا مش واضح هنا فين ارتفاع المية ادي المية هي ودي النقطة يبقى هي دي كلها مين البرشور هيد ده اللي اسمه البرشور هيد ارتفاع المية هنا كل ده بس اتلاحظ ان هو ماله positive ارتفاع المية عن النقطة كل ده positive لو عايز اجيب التوتل لو عايز اجيب بقى التوتل بتاعي مفوض ان انت ده الزد وفي نفس الوقت هو مين البرشور تطرحهم يبقى الضغط هنا بكام بتاعي هنا بصفر يعني الضغط عند النقطة دي بصفر اللي هو التوتل بتاعي لكن البرشور هيد بكام بالقيمة دي والبوتنشن هيد او الاليفيشن هيد هو ده بس بالنيجاتيب هنا هتروح ده كله الاتش وتطرح منه الزد يديك مين هو ده البرشور بتاعي واضح وبعدين هنا نفس الكلام هيبقى ده كله هو ده مين ده اسمه البرشور هيد ضغط المية عن النقطة وبعدين نعمل ايه اطرح منه مين الاليفيشن هيد اللي هي الزد يديني مين الضغط بتاعي هنا هتو واضح فيه طبعا هيد تاني اسمه في سكوير على 2G حيث فيه السرعة بتاعت ايه الفلو اندي جيل ايه الجرافتي اكسلوريش يبقى الاتش ده اللي هو مين بقى بنسميه ده بقى هنسميه البرشور هيد بتاعي لأ ده ده التوتل هيد بتاعي اللي على النقطة ده عبارة عن زد زائد مين بي على جاما بي على جاما مين ووتر اللي هو انه ارتفاع الارتفاع كله اللي احنا اتفقنا عليه زائد في سكوير على 2G وده ممكن بيعتبر قيمته صغيرة في السويل لكن طبعا ده بيبقى ليه تأثير جامد جدا في الفلولود والهايدروليك بناخد تأثير السرعة والجي لكن احنا في السويل هناخد التأثير الاتنين دول عشان كده الاتش بتاعي عبارة عن مين زد طبعا بقى شرطه وبي على مين على جاما موتر وبي ده اللي هو البرشور هيد يطلع لي الايه الانرجي او البرشورز في السويل التوتل بتاعتي شكرا 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 شكرا